معلومات كثيرة يتداولها الناس على أنها صحيحة لكن البحوث العلمية والدراسات تنفيها فمثلا يقال أن شعر الرأس ينمو بكثافة أكثر عند حلاقته وهذا ما ينفيه الباحثان ريتشيل فريمن وهارون كارول الذان يؤكدان أن الحلاقة لا تؤثر على كثافة أو نسبة نمو الشعر إضافة إلى أن حلاقة الشعر تنزع الجزء الميت الخارجي من الشعر وليس الجزء الداخلي الحي المتواجد تحت الجلد لذلك فهي لا تؤثر أبدا على نسبة ونوع النمو وفي وقت يقول الكثير من الأطباء والخبراء أن الجسم بحاجة إلى النوم ثماني ساعات يوميا تشير دراسات أوروبية إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون الجين المعروف باسم ABCC9 يمكنهم النوم لساعات أقل بكثير من الأشخاص العاديين وقد ينصحك الكثير بتناول فيتامين سي لمعالجة نزلات البرد لكن العلم يقول أن تناول هذا الفيتامين لا يعالجك بقدر ما يحميك فقط ويقلل فرص إصابتك بالزكام وكذلك الحال بالنسبة للجزر فهو لا يقوي النظر بقدر ما يحافظ عليه من الضعف بسبب احتوائه على فيتامين A من الدارج كذلك أنه يجب مص مكان لدغة الأفعى لسحب السم بينما يقول الطبيبان المختصان بيلي جلودبرغ ومارك لينر أن الإقدام على هذا الفعل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بإحداث عدوى في منطقة الجرح وبدل ذلك يفضل غسل اللدغة بالماء والصابون وعدم تحريك منطقة اللسعة ومحاولة إبقاء السم بعيداً عن القلب ومن ثم الحصول على المساعدة الطبية بأسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر